مرحبا مواليد برش الحوت معكم كارميل شماس شوفي عنا بهيدا الأسبوع من الثانين 16 أذار لأحد 22 أذار مارس هيدا أسبوع بعتبره أسبوع حلو لمواليد برش الحوت في شغلتين لازم احكي عنهم ثلاثة هني حتى النقاط قدامي هني ثلاثة اشياء أول وحدة أنه يبدأ فصل الربيع عفوا يعني بينتهي فصل الشتاء وبيبدأ فصل الربيع يوم الجمعة تاريخ 20 بتمام الساعة 4 إلى 9 دقايق صباحا 6 إلى 9 دقايق صباحا توقيت بيروت يعني 4 إلى 10 صباحا يونيفرسال تايم و 6 إلى 10 صباحا توقيت بيروت الحدث الثاني أنه يوم الاثنين 16 أذار كوكب عطارد بيدخل لبرشكن وبيركد ركد وبيفعل الأمور وبيعجلكن الأمور وما بيترككن ناطرين بالعكس رح يمروا الوقت عن كون ركد وكوكب عطارد هو نوعية الوقت خلاله وشغله هي جلب الأخبار الأجوبة هو المرسال هيدا نوعية وقته لعطارد مش أنه عطارد هيدا الكوكب القاعد بالسماء هو اللي عم بيتحرك وقاله إيدين وإجرين لا نوعية الوقت يلي بيخلقه الطاقة يلي بيخلقه بتحركاته وبالزوايا اللي بيعملها وبموقعه الفلكي هي اللي بتعطي نوعية الوقت ونوعية الوقت رح بتكون دي مواليد بشو الحوت ممتازة لمواليد أخرى مثل العذراء يمكن بيحركش فيهون شوي بيتحديهون نتفي لكن مهم الحدث الآخر هو أنه نهاية الأسبوع رح بتكون حلوة لأنه الأمر بيكون ببرشكن يعني ما بتلحق الشمس تطلع من برجكن ليفوت الأمر لبرشكن فمحظوظين أنتوا تقريبا بهيدا الأسبوع البداية يوم الاثنين يوم الاثنين صحيح بيبدأ عنكن وإنتوا تحت الأضواء مزعوجين متضايقين خاصة أنكم جايين من يوم السبت عفوا السبت والأحد أصلا مزعوجين ومتضايقين ومطوشين من صوت الولاد ومن العالم التنين أيضا يعني الأحد إذا عم تشتغلوا التنين بيشغلكون إذا عم تشتغلوا ما بعرف العالم ما معطل بهذه الفترة تقريبا كلنا قاعدين بالبيوت أنا مثلا قاعدة بالبيت ما عم بتحرك العيلة كلها قاعدة بالبيت كل الحي عندنا هوني قاعد بالبيت المهم وما في شي لكن نحن نعتبر أنه هيدا شي لازم ينعمل بكل البلد المهم جميع الأحوال التنين 16 في بعض المدايقات الصغيرة زكزكات لأنه مطلوب منك شي يمكن عندك عندك طبخة أو عندك طبخة بدك تحضرها ومع بتلاقي الانجريديينت وبدكن ترك دو لتلحقوا هيدا مسأل بسيط أو يمكن عندكم بروجي عم تشتغلوا عليه ومعاقدة معكم عقصة من الأول أو بالنص أو بالآخر وإذا ما حليتوا ما بتنحل القصة شيء من هالنوع أو يمكن عندكم اهتمامات مهنية مهمة جدا مثل واشياء مهمة رجاء نوعية الوقت حلوة كتير مهمة جدا ما تضعفوا ما تستسلموا يوم الاثنين حتى لو حسيتوا بشوي التعب بينتقل الأمر بالوقت اللي ذكرتوا لبرج الجدي بترتاحوا بتلاقوا إنه القصة من نضدكم بترتاحوا نفسيا وبتبلش المساعدات رسائل التأييد والتأييد الفعلي ثبت عفوا التنين مساء بعض الظهر حسب وين أنتوا بالعالم كل يوم الثلاثة وكل يوم الأربعة يعني أنتوا مدعومين أنتوا أقوياء وأنتوا أسكياء وأنتوا ما نكن لحالكن وفترة ممتازة لإظهار مدى نبل مولود برش الحوت ومدى قدرته الاجتماعية لحتى يلم الشمل أقوياء حطوا إيكم إيد الآخرين فترة بعتبرها ممتازة ما تتركوها قاعدين لحالكن عم بتنقوا أو عم تتشكوا الخميس الجمعة السبت لتنعش ونص الظهر يو تي تنين ونص الظهر بيروت بي تي يو تي هي يونيفرسل تايم إذا بدكن جي تي جرينيج مين تايم وبي تي لحتى ما نضل قول بي تي هي بيروت تايم أوكي خميس الجمعة السبت حتى تنين ونص الظهر بي تي هيدي الفترة اللي بيكونت نقوا فيها نقوا فيها نعذركن لأنه الأمر موجود برشة دلو كل شي سانباي شغل ستانباي الجواب منه هون ما في أجوبة ما في تجاوب ما في شي فترة مناسبة لكن لا تقعدوا تنبسطوا تاكلوا بوبكورن تحضروا فلومي تتسلوا تكونوا مع أولادكن تشاركوون تقرؤ قصة تكتبوا تحللوا تسرحوا هيكي بالدني تعملوا ميديتيشن ليش لا لأنه فترة ما لازم تحطوا على جدوى العمالكن مشاريع بدا طاقة طاقة فكرية أو جسدية هيدا هيدا الفترة اللي سكرتا هي فترة تأخير وعراقيل فكونوا حاضرين ما في شي بيزبط عمتا بيزبط مع وصول الأمر لبرشكون ابتداء من ساعة 12.30 U.T الساعة يعني 2.30 بيروت تايم B.T الأمر بيوصل لبرشكون بيستمر كليوم الأحد كمان أقوي جدا 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 كل الأسبوع بمال وفترة وجود الأمر هالمرة بمال حضروا حالكم لصفحة جديدة حضروا حالكم لتغيير جديد حضروا حالكم لفرصة أو مناسبة أنتو كنتو ناطرين فرصة مناسبة لتقرروا على شي ناطرين الوقت الأفضل وإنتو ما بتعرفوا ما حدا بيعرف أيمتا هو الوقت الأفضل لإله إذا ما سألني ما تصدقوا حدا إذا من عالم فلك يمكن يكون أجنبي بل كنت تسألوا حدا بيعرف بالوقت لأنه علم الفلك هو علم الوقت فما في أحلى مننا هاي وجود الأمر ببرشكون هو الضوء الأخضر ووجود الشمس ببرش الحمل عم بيقلكون نطلقوا بقوة ولا يهمكن شي أخبار تتتالة أجوبة رسائل يلي لقلكون بتاخدوه كلكن محظوظين شو بدي أقول الكل محظوظ بهيدا الأسبوع يمكن الأنشط الأسرع هي مواليد يمكن شباط فبراير لأنه عطاره رح بيكون عم بيركد ركض عند هيدا المواليد رجاء بدي أطلب منكن مشاهدة الفيديو أكثر من مرة مشاركته بحاجة اللي مشاهدة الفيديو من كل شخص أكثر من مرة لحتى قدر لقي نتيجة للأبراج الأسبوعية لأنه عم بشوف أنه النتائج شوي ضئيلة بالنسبة للتعب والمجهود يلي عم بحطوه رجاء هيدا كل شي بطلبوا منكن أنه تشاركوا الفيديو مع أصحابكم بالنسبة للكون منى شي إذا سمعتوا الفيديو مرتين بالجمعة أو ثلاث مرات بالجمعة وإذا أصدقائكم كل واحد تحضر الفيديو هيدا مرتين أو ثلاثي بالجمعة بتكونوا عم تساعدوني عم تدعموني عم بتشجعوني لحد أقدر أكمل معكن بدأت منيلكون أسبوع حلو وين ما كنتوا stay safe وين ما كنتوا عم بتابعوني بالعالم stay safe إذا الله رابنا نرجع عم نلتقي مع الأبراج اليومية شكرا للكون باي باي